في قصة اليوم يجمع النبي جيش المسلمين ويتوجه به نحو فلسطين فكان النبي يريد فتح الشام ونشر الإسلام فعمل المنافقون ببناء مسجد خاص بهم وكان هذا المسجد مكانا لتجمع المنافقين ليخذل المسلمين عن الجهاد فهل نجح المنافقون بهذا الأمر أم لا ومجموعة أخرى من المنافقين يخرجون مع النبي ولكن نيتهم ليس القتال بل كان عندهم نوايا مختلفة في قصة اليوم مجموعة من المسلمين يخرجون من عند النبي وهم يبكون وكان حال المسلمين عند تجهيز هذا الجيش يمرون بوقت صعب جدا غزوة اليوم هي آخر غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم الغزوة التي تغير بعدها أشياء كثيرة جدا في جزيرة العرب السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله وبياكم وجعل الله الجنة مأوانا ومأواكم في قصة اليوم شعرت كيف الصحابة باعوا الدنيا واشتروا الآخرة قبائل العرب قديما كانت تتعامل كدول منفردة وتعتمد على قوتها الذاتية بحماية أنفسها ويتنافسون بين بعضهم وكان هناك بعض القبائل تعتمد على غيرها كالروم بالتسليح والحماية فكانت الروم والفرس يحمون بعض القبائل ويستخدمون هذه القبائل كذراع لها في جزيرة العرب فأصبح في جزيرة العرب قبائل تعتمد على قوتها والبعض الآخر تعتمد على غيرها كالروم والفرس وبعد فتح مكة أصبح للمسلمين هيبة وقوة وتحول حال المسلمين من الضعف إلى القوة ومن الخوف إلى الأمن وكل قبيلة تسمع لنسير المسلمين إليهم ترجف من الخوف والرعب من المسلمين فسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على كل قبيلة تعتمد على ذاتها وقوتها وتسليحها ولم يبقى من القبائل سوى المعتمدة على الروم والفرس بالتسليح والحماية فكان لتلك القبائل قوة خارجية تسنيدها والهجوم على قبيلة معتمدة على الروم يكون بمثابة هجوم على الروم وليس على قبيلة عربية بذاتها وفي الآن التاسعة للهجرة بعد الرجوع من غزوة الطائف وكان الجو حار جدا وإلا برجل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بأن الروم ومعهم القبائل العربية المتحالفة مع الروم يجهزون جيشا كبيرا جدا للهجوم على المدينة والدولة الإسلامية وجميع شيوخ القبائل تلك مجتمعين مع هرقل في فلسطين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز الجيش وأرسل إلى القبائل الذين دخلوا للإسلام من خارج المدينة المنورة بالتجهيز للخروج للجهاد وأخبرهم بأنه سيتوجه نحو فلسطين فأخذ المنافقون بالتأفق وأصبحوا يخدلون المسلمين عن الخروج نحو الروم وأن الروم ليس كالقبائل التي هزمها المسلمون سابقا ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم يعطوا أولئك وجها وكل الصحابة متوجهين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم فأصبح المنافقون يفكرون بكيفية تخذيل المسلمين فقالوا نبني مسجد يكون مركزا لنا ونجتمع فيه ولما قيل لهم ألا تريدون الخروج للجهاد فحججوا بأن الجو حار جدا ولا قبل لهم بالروم فنزل قول الله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون وبدأ جيش المسلمين يزيد وكان ذلك يغيظ المنافقين فخرجوا بحجة دينية لتخذيل المسلمين عن الجهاد فقالوا بأن الخروج لملاقات الروم فتنة بحجة أن بنات بني الأصفر شديدات الجمال وخرجوا من مسجدهم وأخذوا بالحديث بين المسلمين بأن خروجكم للروم فتنة فتنة عليكم وعلى دينكم وانتبهوا على دينكم ولا تخرجوا ولكن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا يقبلون على النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم في سبيل تجهيز الجيش للخروج لملاقات الروم وحضرت القبائل من خارج المدينة المنورة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فاجتمع المنافقون بمسجدهم مرة أخرى للتشاور بكيفية التصرف لأن خطتهم بالتخذيل فشلت فخرجوا بخطة جديدة وهي أن يقسموا أنفسهم إلى ثلاثة فرق فريق يبقى في المدينة لتخذيل المسلمين وفريق يخرج مع النبي ويرجعون من وسط الطريق وقسم يكمل الطريق مع النبي لملاقات الروم ليعلموا نتيجة المواجهة بين النبي والروم وإذا غلبت الروم تحولوا معهم ضب المسلمين وإذا العكس وقفوا مع المسلمين فهذه خطتهم قسم بالمدينة وقسم يرجع من وسط الطريق وقسم يكمل المسيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم أسرع النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الجيش وغطى رأسه بالليل وكأنه يغطيه من الشمس ورغم عطش الجيش لم يتوقف عند بئر ليتزود بالماء بل وأمر كل من أخذ منه بسكب الباهي وعدم الشرب منه وأمر بالأكل الذي عجن بماء البئر بإطعامه للإبن السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله وبياكم اليوم بدنا نكمل تجهيزات غزوة تبوك آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكيف المنافقين عملوا على تثبيت المسلمين عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالبداية لا تنسى دعمنا لأن هذا بفيدنا في الخوارزميات بعدما وصل النبي صلى الله عليه وسلم خبر تجهيز الروم لغزو المدينة المنورة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل للخروج لملاقات الروم في عقر دارها والمنافقون أخذوا يخططون لتثبيت المسلمين عن الجهاد بتقسيم أنفسهم إلى ثلاثة أقسان قسم يبقى بالمدينة المنورة للتثبيت والقسم الثاني يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم وينسحبون في وسط الطريق ويرجعون إلى المدينة والقسم الثالث يقمل المسير ليعرفوا نتائج المعركة مع الروم ليقرروا مع من يكونوا لأنهم سيكونون مع الأقوى ومع المنتصر في هذه المعركة سواء مع المسلمين أم مع الروم وبالمقابل أخذ المسلمون بالتبرع للجهاد وتجهيز الجيش على رأسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأبو بكر الصديق الذي أنفق كل ماله لتجهيز الجيش وعمر أيضا أنفق نصف ماله وتم تجهيز الجيش للانطلاق نحو الشام وكان على رأس المنافقين الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلول وكان الجو حار جدا ولما تعمق الجيش بالطريق والحر يشتد وأخرج الجيش أقير بالماء وشربوا من شدة الحر أخذ المنافقون بالانسحاب وعلى رأسهم عبد الله بن سلول ولكن كان انسحابهم بشكل فردي وحاولوا تخذيل الجيش للرجوع وكل من سحب أحد من المنافقين قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لو كان فيه خير فسيلحقه الله بكم وإيكم غير ذلك أراحكم الله منه فأخذ المنافقون بالانسحاب منافق بعد منافق وبعدها اثنين ولكن الصحابة كانوا ثابتين فهم الذين تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وفجأة فقد الصحابة أحد الصحابة من الجيش فتفاجأ الصحابة بثقدانه وهل انسحب من الجيش كالمنافقين وكان هذا الصحابي وأبو در الغثاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لو كان فيه خيرا فسيلحقه الله بكم وإيكم غير ذلك أراحكم الله منه وأكمل الجيش مسيرته بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما وصل الجيش إلى مرتفع النظر وراءهم وإلا برجل وحيد يلحق بالجيش فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال كن أبا ذر فتوجه إليه قسم من فرسان الجيش باتجاه هذا الرجل وإذ به أبو ذر الغثاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبو ذر يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا وأكمل الجيش المسير ومعهم أبو ذر ومر على سير الجيش أيام وأسابيع وبدأت المؤونة تنفذ شيئا فشيئا وبدأ العطش يسري بين الجيش وبدأوا بتقسيم أكل الجندي الواحد إلى خمسة أيام فقرر النبي صلى الله عليه وسلم سير الجيش بالليل ويستريح الصباح فيخفف عن المسلمين ومن شدة حر الشمس وفي ليلة من الليالي سار النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة لم يشهدها المسلمون من قبل فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم من سرعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي يغطي رأسه بالليل مثل ما كان يغطيه بالنهار من حر الشمس وإلا ببئر يقع تحت نظر جيش المسلمين ففرح الجيش لأن البئر كان بمثابة الفرج لهم ولكن المفاجأة أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في طريقه ولم يتوقف عند البئر فأخذ المسلمين من ماء البئر ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه لما لم يتوقف عند البئر فأمرهم النبي بسكب الماء وإلقاء العجين للإبل وجمع الجيش وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهم وأخبرهم أن هذه المنطقة هي ديار قوم ثموت وأمرهم أن لا يدخلوا إلى هذه المنطقة إلا باكين متسارعين لأن لا يصيبهم ما أصاب قوم ثموت فعلم الصحابة رضي الله عنهم سبب سرعة النبي صلى الله عليه وسلم ورفضهم أخذ المياه من البئر وسدب تغطية رأسه وأكمل الجيش المسيرة نحو فلسطين بعدما تخطى النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين من مكان ديار ثموت أكمل النبي سيره نحو فلسطين وأخذ العطش يشتد بالجيش وضرب النبي أعظم صورة للصبر وبدأ الصحابة يذبحون البعير ليشربوا من مائها هذا ابتلاء من الله ليميز الخبيثة من الطيب والله يقول ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فإن الله ابتلاهم بهذا الابتلاء ليميز الخبيثة من الطيب ليعلم من الصادق والمؤمن من المنافق وكان أبو بكر ينظر إلى حال الجيش والنبي صابر وبشر الصابرين فجاء أبا بكر للنبي وقال له أدعو الله لنا فقال النبي لأبي بكر أتحب ذلك فقال أبو بكر نعم أحب ذلك يا رسول الله فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ويدعو الله ولم ينزل النبي يديه حتى أضلت الجيش سحابه وأمطرت حتى ارتوى الجيش وأملأوا قرب الماء ورجعت الحيوية بالجيش من جديد وأخذ الجيش يكمل طريقه نحو فلسطين ورغم هذه المعجزة لم يرجع المنافقين عن نفاقهم فقد ختم الله على قلوبهم وكانت حرارة الشمس شديدة ورجع العطش للجيش وبدأ الجيش يذبح البعير من جديد ليشربوا من مائها وأصبح الجيش يمشي على قدمه ووصل الجيش إلى ممر ضيق بين جبلين فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الجيش بالمرور من هذا الممر الضيق وكلما مر رجل من المسلمين مسح النبي على ظهره وكل رجل يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره ترجع إليه عافيته وقوته بعد مسح النبي على ظهر هذا الرجل إنها معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه نحو الشام لمواجهة الروم ولكن المنافقين لا يعقلون فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يبحنها فمن جاءها منكم فلا يمثن من مائها شيئا حتى آتي اقترب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة تبوك وهي قريبة من فلسطين فبشاره من نبي صلى الله عليه وسلم بأننا سنصل إلى تبوك وفيها عين ماء وقال صلى الله عليه وسلم إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمثن من مائها شيئا حتى آتي يعني من يصل إلى العين لا يمث من مائها شيئا حتى يصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة رضي الله عنهم سمعنا وأطعنا ولكن كان هناك آذان ثانية سمعت بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن العين وهما من المنافقين فاجتمع المنافقون على حدا ولوحدهم وخرجوا بقرار بأن يبعث اثنين إلى العين والعين مثل الشراك تمرض بشيء قليل من الماء ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجلين هل مسستنا من مائها شيئا قال نعم فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم قال اغرفوا بأيديكم من العين قليلا قليلا أي نبي قال لهم وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ووجهه الكريم في هذا الماء ثم أعادها إلى العين فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس والجيش ثم قال يوشك يا معاد إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا فسبحان الله ماء تحولت إلى ماء من همر وستتحول بركة الماء الذي أصابه النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بعدها لتتحول إلى جنان ومن ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إلى فلسطين لهرقل فلما وصلت الرسالة إلى هرقل تغير وجهه وناظر الرهبان الذين معه واجتمع معهم وأخبرهم بوصول المسلمين إلى تبوك وأن محمد يدعوه إلى ثلاث إما الإسلام أو أن يعطيه الجزية أو الحرب وقال هرقل للقساوسة وأنتم تعلمون ما ذكر بكتابنا عنه وأنه سيأخذ ما تحت قدم فغضب القساوسة وإلا بأبي بكر عمر ومعهم ميت والنبي يحفر بقبر وقال لعمر وأبي بكر إذن يا أخاكم ورسول الله يدعو للميت ويقول لما وصل النبي إلى تبوك أرسل برسالة إلى فلسطين لهرقل فلما وصلت الرسالة إلى هرقل تغير وجهه وناظر الرهبان الذين معه واجتمع معهم وأخبرهم بوصول المسلمين إلى تبوك وأن محمد يدعوه إلى ثلاث إما الإسلام أو أن نعطيه مالنا على أرضنا أو الحرب وأنتم تعلمون عنه ما ذكر بكتابنا وأنه سيأخذ ما تحت قدم فغضب القساوسة وقال أحدهم تدعونا لترك نصرانيتنا أو نتبع أعرابي من الحجاز فشعر هرقل بالخوف من القساوسة فستفق وقال لقد نجحتم بالاختبار أي أنه يختبرهم فخرج هرقل من المأزق بذكائه وخرج القساوسة من عند هرقل فأرسل هرقل إلى رجل نصراني من العرب وأعطاه رسالة وأمره بتوصيلها إلى محمد في تبوك وقال له انظر إلى رد فعل محمد هل يذكر شيئا من رسائله التي أرسلها لي قديما أم يقرأ رسالتي ويذكر الليل بكلامه وانظر إلى ظهره هل فيه شيء يريبه فقال رسول هرقل عندما اقتربت من جيش المسلمين كان هناك رجال كثر حول رجل منفحل فقال لهم معي رسالة من هرقل لمحمد دلوني عليه فقالوا أنت عنده فاستغربت بأن قائدهم جالس بينهم فأخذ محمد الرسالة ووضعها بحجره وسألني ممن أنت؟ فأخبرته أني من نصارى العرب فقال له النبي هل لك بديني الإسلام دين إبراهيم حنيفة فقلت لا أستطيع أن أخرج من ديني وأدخل دينا ثاني دون إذن قومي فأنا رسول قومي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدى ومن ثم بدأ يسألني عن كتبه التي أرسلها لهرقل ومن ثم أعطى محمد رسالة هرقل لمعاوية وقال له اقرأها فكان في رسالة هرقل شيء واحد جاء فيها تدعوني إلى جنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فأين النهار؟ فقال محمد سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟ فتذكر رسول هرقل قول هرقل له هل سيذكر محمد لك الليل؟ فقال لي محمد إنك لرسول وإن لك حق فلو وجدنا لك جائزة لجوزناك إياها يعني لو معنا هدية لأعطيناك ولكننا في سفر فقام رجل منهم وأعطاني لباسا أصفر كنوع من الهدية وأمر محمد برجل ليرافقني حتى أخرج من المنطقة التي فيها جيش المسلمين وقبل أن أبتعد نادى علي محمد فأقبلت هاويا عليه فنزع لباسه عن ظهره وإلا بخاتم على ظهره ومن ثم عفت إلى هرقل فكان محمد يعلم كل شيء دار بيني وبين هرقل وبعد رحيل رسول هرقل تقي النبي مستعدا هو ومن معه لملاقات الروم بأي لحظة وقال عبد الله بن مسلوب خرجت بالليل إلى النبي فلم يكن في خيمته فبحثت عنه وإلا بشعلة النار بعيدة فاقتربت منها وإلا بأبي بكر وعمر ومعهم ميت والنبي يحفر بقبر وقال لعمر وأبي بكر ادن يا أخاكم ورسول الله يدعو للميت ويقول اللهم إني أمسيت وأنا راضيا عنه فارضعا وإلا بشاب من جيش المسلمين مات من الحمى ومرت أيام والمسلمون ينتظرون جيش الروم في تبوك ولكن الروم لم يجرؤوا من الاقتراب من جيش المسلمين فأرسل النبي بالسراية لمهاجمة القبائل المتحالفة مع الروم ليدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب ومن ضمنهم سرية خالد بن الوليد فخضعت القبائل لحكم النبي ودفعوا الجزية وانسحب الروم دون قتال وكفى الله المؤمنين القبائل اشتركوا في القناة